عن زيارة برزانيا إلى بغداد معنا مرسلنا من هناك أحمد مؤيد مرحبا بك أحمد ضعنا في تفاصيل الزيارة ونتائجها أهلا الروايدة زيارة اليوم الثاني بدأت بلقاء رئيس البرلمان للنيابة السيد محسن المندلاوي مع سيد مسعود برزاني بعدها توجه السيد مسعود برزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقر إقامة الشيخ خميس الخنجر والتقى به مع عدد من القيادات السنية الحاضرة إلى هذا الاجتماع تقريبا أغلب القيادات السنية حاضرة كانت في الاجتماع جرى مناقشة قضية انتخاب رئيس البرلمان وآلية انتخاب رئيس البرلمان بالإضافة إلى ما يتعلق القضايا المتعلقة بين المركز والإقليم وعلى رأسها قضية تصدير النفط من الحقول في إقليم كردستان السيد خميس الخنجر أشاد بدور الحزب الديمقراطي الكردستاني المتمثل بزعيمه السيد مسعود برزاني ودوره في حلحلة كل الخلافات بين المركز والإقليم الزيارة توصف بأنها نتيجة عمل ناجح بين اللجان التي شكلت لمتابعة الملفات بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم كما تعلمون وكما يعلم الجميع هناك اللجان استمرت باجتماعات متواصلة على مدى الأشهر الماضية لبحث كل المتعلقات التي تجمع مصالح المشتركة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة تقليم كردستان في أربيل بعد هذا الاجتماع الذي سينتهي ربما يعني الآن هناك استعداد لمغادرة مقر إقامة الشيخ خميس الخنجر الوفد الكردي سيغادر إلى لقاء السفير الإيراني وبعدها سيكون هناك لقاء للسفير التركي في بغداد ومن ثم يعني الزيارة ستختتم اليوم بلقاء السيد مسعود برزاني مع رئيس الجمهورية هذا اللقاء سيكون آخر اللقاءات على جدوى الأعمال الزيارة توصف بأنها مهمة جدا من قبل المراقبين لأنها ناقشت قضايا عديدة حتى الانتخابات المقبلة تم التطرق إليها باجتماع الذي حصل يوم أمس في منزل السيد عمار الحكيم ولقاء الزعيم الكردي مسعود برزاني مع قادة الإطار التنسيقي كل القضايا السياسية العالقة وجود التحالف الدولي قضايا النفط أي كل القضايا المطروحة على الساحة السياسية وعلى رأسها بالتأكيد حسم آلية انتخاب رئيس البرلمان جميع هذه القضايا نوقشت خلال هذه الزيارة الزيارة كما ذكرت وصفت بأنها هي نتيجة عمل مشترك استمر لأشهر جاءت ببرنامج الحكومي لرئيس الوزراء السيد محمد شيع السوداني الذي تعاهد بحل الخلافات مع حكومة الإقليم وبالفعل يبدو أن هذه الزيارة هي تكليل الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية الروايدة معهم أحمد مؤيد من بغداد شكرا جزيلا لك